أحمد ما الذي يقرأ من هذا التصريح وما سياقه ضمن الأخبار التي تأتي بشكل متتالي إمال اسمح لي أن أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي تريده هيئة البث الرسمية الآن عن أن الولايات المتحدة ودولا عربية طلبت من إسرائيل عدم شن أي هجوم على رفح خلال شهر رمضان وتفيد الهيئة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي لانتهاء من شن عملية عسكرية في رفح بالكامل قبل رمضان خلال شهر لكن بحسب المراسل العسكري لهيئة البث الرسمية فإن الجيش الإسرائيلي سيستصعب هذا الأمر أولا لأن ذلك يحتاج إلى خطط لإجلاء النازحين أو المدنيين من تلك المنطقة لإخلاء رفح والجيش الإسرائيلي لم ينتهي بعد من بناء خطط من هذا النوع كذلك هناك إزمة عند الجيش الإسرائيلي معركة خان يونس كما أشرت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنها لم تنتهي حتى الآن ولن تنتهي قريبا يقول إنها بعيدة وإن نقل الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين إلى منطقة خان يونس هذا يعني وقف عملية الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة وإن أعادهم إلى مناطق شمالي قطاع غزة هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي سيتنازل عن واحدة من الأوراق التي يحملها للضغط على حركة حماس وعلى المفاوض الفلسطيني بشكل عام وهي منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي قطاع غزة بدون اتفاق مع حركة حماس يبدو جيش الاحتلال الإسرائيلي في مأزق وهذا هو العنوان الذي وضعته هيئة البثة الرسمية نتيجة لهذا الجدول الزمني الذي يريد بن يمين نتنياهو فرضه وإن صح هذا الأمر ونقول هذا الأمر بحرش شديد إن صح هذا الأمر وأن الولايات المتحدة طربت من إسرائيل عدم شن أي عملية عسكرية في رمضان هذا يعني تأجيل هذه العملية لشهرين على الأقل إلى ما بعد انتهاء رمضان وربما خلال هذه الفترة ستعمل إسرائيل على صفقة تبادل الأسرة ومن هنا نفهم لماذا يسر الاحتلال الإسرائيلي على أن لا تنتهي صفقة تبادل الأسرة بوقف دائم لإطلاق النار لأنه بحسب تقديراتها الاستعداد لعملية عسكرية محتملة في رفح يحتاج لأشهر طويلة وهو يريد استغلال هذه التهدئة من أجل بناء الخطط والتدرب والاستعداد للمعركة في رفح بينما يبدو أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس وباقي فصائل المقاومة يعون أن هذا ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي يصرون على مطلب وقف الحرب نهائيا على قطاع غزة على العموم اجتماع رفيع المستوى سيعقد في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل تشارك فيه مصر والولايات المتحدة وقطر ومن غير الواضح إن كانت إسرائيل ستشارك أو لا بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنها موقع والله الإسرائيلي فإن إسرائيل تشترد تراجع حركة حماس عن مطالبها التي رفضتها إسرائيل رغم أن إسرائيل لم تسلم حتى الآن ردا مكتوبا لكن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تورد عن مسؤول إسرائيلي تصريح أقل فجاجة من الذي نقله موقع والله الإسرائيلي وهي إسرائيل تشترد تقليص في الفجوة بين موقفها وموقف حركة حماس في مقابل مشاركتها في اجتماع القاهرة أي أنها تتراجع عن مطالبها بتراجع حركة حماس عن مطالبها بيئة الكامل يبدو أن هناك تقدما في هذا الملف خصوصا وأنه ينظر إلى رئيس السي اي اي على اعتبار أنه الشخص الأكثر اطلاعا داخل الإدارة الأمريكية على المفاوضات وعلى الشروط الإسرائيلية وعلى مطالب حركة حماس بوقف الحرب